السلام عليكم أصدقائي اسمي مريع وعمري 22 عاما لدي ما أقصه عليكم اليوم فهل أنتم مستعدون لسمع قصتي؟ بدأ الأمر منذ ولادتي فقد جئت إلى هذا العالم لأجد نفسي في ملجأ للأطفال لم أكن أفهم ما يحدث لي في البداية ولكني كأي طفل كل ما أريده هو أن ألعب وأتناول الطعام والحلوة كانت المشرفات في هذا الوقت يمنع لنا من الأكل وكلما أراد طفل من الأكل كان يتعرض للتوبيخ والضرب لدرجة أننا ظننا أن شعور الجوع هذا سلوكا خاطئ وأيضا ننادي أي شخص بأمي وأبي وكان لدينا صديقة اسمها دنيا أو كما كانوا يقولون أننا أخوات ظلت الأيام تتوالى بشكل طبيعي مليئة بالصراخ والخوف وأحيانا الضرب وكنت أظن أن هذا شيئا طبيعيا وأن كل الأطفال يتعرضون لمثل هذه الأشياء كنا لا نخرج خارج الملجأ إلا مرة كل صيف عندما نذهب لحديقة الحيوان وعندما كبرنا ووصل عمري إلى خمسة عشر عاما كنت حينها أنا ودنيا أكبر من أطفال الملجأ فكنا بمثابة أخواتهم الكبار وكانوا يحتمون بنا دائما من مشرفات الملجأ الذين يصرخون في وجوههم ويضربونهم ومن هنا بدأنا نفهم أنهم يفعلون بنا هكذا حتى لا نأكل كثيرا ويأخذوا غنباقي أموال الطعام لأنفسها أي أنهم يسرقون ما يتبرع به الناس إلينا حتى أننا كنا نسترق السمع من شباك الغرفة المطلة على بوابة الملجأ ونسمعهم وهم يمنعون الزائرين من الدخول إلينا ويأخذون منهم ما يريدون التبرع به إلينا من طعام وملابس وحتى أموال عندما تكرر هذا المشهد عدة مرات تفاجأت بكمية التبرعات التي لا يصل إلينا حتى ربعها لم يكن أحد يعلم أنني عرفت هذا سوى دنيا وكان هذا خطير جدا ليس لأنني أدخل إلى حجرة المشرفة دون علمها ولكن لأنني عرفت كل هذه المعلومات وإن كشف أمري سأطرد من الملجأ أو سأعاقب بشدة كنت أعلم أنني عندما أبلغ الثامنة عشر سأخرج من الملجأ لإواجه مصيري في الخارج كنت شاردتني ذهني طوال الوقت إلى أن قالت لي دنيا لا تفكري في شيء خطير يا مريم لا تعلمين ما مدى العقوبة التي سنتعرض لها قلت أعلم هذا ولكن هل تريدين أن نتركهم يواجهوا ما واجهناه؟ هل تريدين أن نتركهم يموتون من المرض والجوع؟ نحن نتجمد من البرد يا دنيا ماذا عن الأطفال الرضع؟ انظري مهما حدث سأفعل لهم شيئا لا بد أن يكشف أمرهم نظرت لي بملامح خائفة مما سنواجهه ولم ترد علي إلى أن قاطع صمتنا هذا صوت المشرفة وهي تقول اذهب وجهز أخواتكم قلت لماذا؟ قالت ستذهبون إلى حديقة الحيوانات أو إلى الجحيم لأتخلص من وجودكم لقد ألقى والديكم بكم إلى الشارع هل هذا لأتحمل أنا مسؤوليتكم؟ فليأخذكم الله ليرتاح بالي لم نرد عليها فكنا قد تعودنا أن نستمع لمثل هذا الكلام أنا ودنيا طوال الوقت ذهبنا في صمت وقمنا بتغيير ملابس الأطفال والتي هي بالمناسبة لا تلبس إلا في هذه المرة ثم ترجع إلى الخزانة مرة أخرى ومن ثم ذهبنا إلى حديقة الحيوان وجلسنا مع الأطفال وأنا أحاول أن أجعلهم مسرورين ولو لبضاء دقائق وأحملهم حتى يستطيعوا رؤية الحيوانات التي لا يصل طولها إليهم فيتفاجأون بما يرون ويضحكون فرحي إلى أن انتهى الوقت وكنا نستعد للذهب استضمت بشاب يشي سريعا فاعتذر لي وأكمل سيره ولكن كان قد وقع منه هاتفه فتناولته لأعطيه إياه إلا أنه اختفى صدمت ولم أكن أعلم ما الذي علي فعله فقالت لي دنيا بذعر أخفيه سريعا أو ألقيه مكانه إن رأتك المشرفة به سوف تعاقبك أو تسرقه وحينها سمعت صوت المشرفة من خلفنا وهي تصرخ وتقول أنتما يا حمقابات ماذا تفعلاني للآن أخفيت الهاتف سريعا وقلت لا لا شيء نحن قادمتان وأمسكت يد دنيا وسحبتها لتفيق من صدمتها وسرنا خلف المشرفة وأنا مرعوبة من أن يصدر الهاتف صوتا ويكشف أمرنا لكن الأمر مر على خير إلى أن ذهبنا إلى الحافلة التي سنعود بها وحينها استطعت إغلاق الهاتف وخبأته بملابسي وصلنا لغرفتنا وانتظرنا إلى أن هدأ المكان بأكمله ونام الأطفال قمت بفتح الهاتف أنا ودنيا ولكن لا يوجد حتى اتصال واحد قلت ألا يسأل هذا الرجل عن هاتفه حتى؟ قالت عجيب أمره ولكن كيف ستتصرفين؟ قلت كنت أود أن أعيده له ولكن كما ترين أنا لا أعرف كيف أفتحه حتى وهو لم يتصل وأنا لن أعطيه لأحد من هنا فهو يبدو باهظ الثمن وهم سيسرقونه ولن يعيدوه لصاحبه قالت إذن ماذا سنفعل؟ قلت سنستخدمه في الإيقاع بهم أقسم أنني سأجعلهم يدفعون ثمن هذا قالت بخوف أرجوك تخلي عن أفكارك هذا ستوقع نفسك في المشاكل قلت إن كنت تخافين على نفسك فابتعدي عن هذا قالت وهي تبكي هنت أختي لن أتركك وحدك أبدا ربطت على كتفها وقطع هذا صوت المشرفة وهي تخرج من غرفتها لتقابل زائرا على البوابة حينها لم أفكر كثيرا وأخذت الهاتف وأسرعت في المشي حتى أصور ما يحدث على البوابة من شباك غرفتها ولحسن الحظ أنه كان يمكنني فتح كاميرا الهاتف بدون رقم سري فوقفت خلف شباك الغرفة وأخفيت الهاتف في ستارة الغرفة ولحسن الحظ أنها تشاجرت مع الزائر ومنعته من الدخول وتطور الشجار بينهما وقال الزائر وهو يصرخ لما لا تسمحون لأحد برؤية الأطفال تأخذون من الأموال والطعام كيف سنتأكد من وصولهم إليهم؟ أخذت تسبه وتنعته بأقبح الألفاظ بلا سبب كعادتها وأنا كنت متحمسة كثيرا لهذا الشيء أخيرا سأدينهم بشيء لكن الزائر المسكين وجد نفسه في أقل من لحظات محاطا بالجميع وكاد أن يضرب لولا أنه انسحب بهدوه ولكن لم أكد أغلق الهاتف وأخبئه حتى سمعت صوت أقدام يقترب مني صدمت ولم أكن أعلم ماذا أفعل اختبأت سريعا تحت المنضدة دخل مدير الملجأ وهو غاضئ ويقول أين هي؟ وكنت أختبئ تحت المنضدة حينها دق قلبي بعنف وحاولت جاهدة أن أحافظ على ثباتي لم تمر لحظات حتى فتح الباب ودخلت المشرفة وهي تقول بصوت مرتجف نعم سيدي قال المدير ماذا كنت تفعلين؟ ماذا إذا كان شخصا مهما؟ ماذا إن كان صحفيا وفضح أمرنا بالجرائد؟ حينها هدأت من روعي لتأكدي أنه لم يكن يقصدني ولم يكشف أمري ولكن أريد أن أسجل حالا يا إلهي كيف سأخرج الهاتف؟ حاولت إخراجه بصعوبة بالغة لكنني أخرجته وبدأت التسجيل تزامنا مع قولي المشرفة سيدي إن لم أفعل ذلك حينها كان سيكشف أمرنا فعلا كان مصمما على الدخول وإن دخل يا سيدي وراء الأطفال على حالهم هذا سنقاضى جميعا قال بصوت مرتفع ولهجة تحذير إياك أن تتصرفي مثل هذه التصرفات الملعونة مرة أخرى ستوقعين جميعا في الهاوية وإن حدث مثل هذا التطور مرة أخرى وصم مزائر على الدخول أبلغيني فورا بدلا من هذه الفوضى قالت سأنفذ هذا سيدي فتح الباب وكان المدير على وشك الخروج عندما نادت عليه المشرفة وهي تقول هناك تبرعات كثيرة هذا الأسبوع كيف ستوزع؟ قال نصفها للإدارة وجزء للأمن والمشرفين وجزءا تشترين به جبنا وخبزا للحمقى المشردين هؤلاء قالت نعم أعلم هذا التقسيم ولكن سيتبقى جزء كبير من الأموال ضحك بصوت مرتفع وهو يقول ألا تعلمين أن ابني سيصبح مديرا لهذا الملجأ الشهر القادم بدلا مني وأنا سأقوم بافتتاح الفرع الجديد؟ قالت أعلم سيدي قال ماذا عن عقلك إذن؟ طبعا سنعطيه الجزء الأكبر كهدية وبعدها خرج المدير وبمجرد خروجه قامت المشرفة بسبه بأبشع الألفاظ وكانت تعترض على امتلاكه القدر الأكبر من الأموال وقالت بصوت واضح الحمد لله أنني لم أقل له المبلغ الحقيقي حينها صعقت من الجملة وأدركت أن الجميع يسرق هنا هدأ كل شيء وحاولت أن أخبي الهاتف مرة أخرى إلا أنني اصطدمت بالمنضدة فأصدر صوتا قالت المشرفة من هنا؟ ما هذا الصوت؟ كادت أن تتحرك نحوي لولا طرقات الباب والذي فتح ودخل منه أحد يستدعيها لمكتب المدير كانت دموعي في هذا الوقت تنزل دون رغبة مني كنت أن أكشف للمرة التي لا عدد لها ولكن هذه المرة أيضا كان كل شيء على ما يرام خرجت المشرفة وأنا لا أدري ماذا أفعل وهل إن خرجت سيكتشف أحد أمري مرت دقيقة وفتح الباب مرة أخرى ولكن كان صوت دنيا وهي تقول مريم هل أنت هنا؟ حينها وقفت فورا وأنا أرتجف وأبكي نعم نعم أنا هنا أمسكت يدي وأخرجتني فورا ولم نقد نمشي خطوات في الممر حتى أوقفنا صوتا مشرفة وهي تقول أين كنت النعياتها الحمقاوات؟ قال الدنيا بسرعة كنا في الحمام قالت اذهبا لمكانكما فورا ذهبنا لغرفتنا وقصصت عليها ما حدث ومن ثم تأكدت من كل شيء قمت بتصويره ونمت في اليوم التالي سمعنا صوت ضوضاء في الخارج ومن ثم صوت طرقات على حجرتنا ودخل أحدهم دون استئداء ذعرت ولكن تمالكت وقلت ماذا تريد؟ قال لم يقل لي أحدهم أن هنا فتيات جميلات هكذا كنت أظنهم أطفال فقط فأكمل أنا سأصبح المدير الجديد ألا تريدين معرفتي ومصادقتي؟ قلت لا ضحك بغرور قبيح لم أخيرك يا جميلة سأتزوجك اتسعت عيناي وقلت كيف ذلك؟ أنا ما زلت صغيرة قال لم أخذ رأيك سأتزوجك ولا تقلقي فترة صغيرة وسأرجعك هنا مرة أخرى ولن تريني ثانيتا خفت بشدة كلما ظننت أن الهم سيزول أتفاجأ بخطر أكثر يقترب استيقظ الدنيا لتحضنني وتربط على كتفي وتقول لا تقلقي لن يصيبك شيء سجلت أشياء كثيرة على الهاتف وأينما ذهبت لمكان أخذته وفتحت التسجيل واختبت وأسجل كل شيء أظن أنني اقتربت كل شيء يدينهم معي على هذا الهاتف كان هناك احتفالا كبير سيقام بمناسبة تولي مدير جديد رئاسة الملجأ وبالطبع لم يخلو هذا من مضايقته لي كلما تردد على الملجأ حينها خطر على بالي فكرة وهي أن أسجل مضايقاته أيضا وأجاريه في الكلام لا أعلم بما سيفيدني هذا ولكنه سيدينه كعادتي فتحت المسجل وخبأت الهاتف في ملابسي وخرجت من الغرفة لأرى ماذا يحدث ولكن قابلني هذا الحقير وقال إلى أين تذهبين؟ قلت بارتباك لست ذاهبة لأي مكان قال وهو يضع يده على وجهي لا تخافي مني قلت وأنا أبتعد إياك قال ألم أخبرك أننا سنتزوج حينها قلت لنفسي لما لا أحاول استدراجه ليدين نفسه أكثر وبالفعل قلت له كيف وأنا لم أبلغ الثامنة عشر بعد هذا ليس زواجا قانونيا ضحك وقال ومن قال أنني سأتزوجك قانونيا لن يعرف أحد بزواجنا سيكون سرا قلت لا هذا خطأ كما أنني صغيرة وسمعت أنه من يتزوج فتاة صغيرة يتعرض للعقوبة قال لن يعرف أحد لا تقلقي ثم إنها ليست أول مرات لي قلت حقا أتزوجت فتيات صغيرات من قبل قال نعم وبدون عقود حتى أتعلمين شيء وافقت على إدارة الملجأ حتى تتاح لي الفرصة للاقتراب من الجميلات أمثالك فأنا لا أحب تحمل المسؤولية قلت ولكن إلى أين سيذهب والدك؟ قال سيفتتح هو فرع آخر للملجأ هذا حتى تزيد أرباحه قاطع حديثنا صوت والده وهو يقول أحمد لماذا تقف عندك؟ قال بتردد لا شيء أنا قادم حينها انسحبت سريعا لغرفتي وأنا أقص على دنيا كل شيء ونحن متعجبتان من مدى حقارتهما قالت بخوف لقد بدأت بالخوف عليك ماذا سنفعل؟ لا تقلقي سأهرب من هنا قبل أن يبدأ أي شيء قالت ماذا؟ هل جننتي؟ إلى أين ستذهبين؟ لا تملكين جنيها واحدا هل ستتركيني وحدي؟ قلت ليس أمامي حلا غيره كل دقيقة تمر علي في هذا المكان خطيرة جدا على حياتي قالت سأتي معك قلت إنها ليست لعبة لتأتينا معي قالت لا لقد حسمت قراري لن أمكث دقيقة واحدة هنا مادمتي سترحلين لم أرد عليها وبعد عدة دقائق سمعت طرقاتنا على الباب لقد كان أحمد الذي قال سننفذ ما اتفقنا عليه في الغد حينها علمت ماذا يقصد كنت أخطط للهرب فعلا لكن ليس اليوم فأنا لا أملك شيئا لكنني قررت أنه قبل أن يحل الصباح لن أكون هنا انتظرت حتى نام الجميع وجاء منتصف الليل تسللت أنا ودنيا للحديقة الخلفية ومن حسن حظنا أن الجميع نائما بعمق فذهبنا للبوابة الخلفية وتسلق الدنيا فوقها ومدت يدها لي ومن ثم نزلت للناحية الأخرى وأنا نزلت خلفها ابتسمنا فرحي لكن فرحتنا لم تدم طويلا حينما سمعنا صوتا خلفنا وهو يقول ماذا تفعل عنه قلت وأنا أرتجف لا شيء ما شأنك أنت قال لما تهرباني من الملجأ كان الليل في أشد ظلامه لذا لم أستطع رؤيته بوضوح ولكن خفت من أسئلته فأمسكت بيدي دنيا وهممنا بالمشي بعيدا عنه فاعترض طريقنا مرة أخرى ولكن كان هناك ضوءا تسلط على ملامحه بوضوح فاستطعت رؤيته حينها صدمت فقلت بسرعة هانا آسفة أقسم أنني لم أسرقه كنت سأعيده لك لكني لم أعرف كيف أفعل ذلك قال بتعجب ما بيك ماذا تقصدين قلت ألست ذاهبا إلى الملجأ الآن لتبلغ عن اختفاء هاتف انظر هو معي قال انظري ما زلت لا أفهم ما الذي تتحدثين عنه ثم قال بنبرة أشد صرامة أنا ضابط ومهمتي هي تمشيط المنطقة ليلان لأنك كما ترين منطقة مقطوعة وغير مؤهلة لأن تمشي فتاتان فيها ليلا وحدهما لذا إلى أين تذهبان قلت بخوف شديد لا أعلم إلى أين سنذهب قال تعال يا خلفي سرنا وراءه ودنيا تتمسك بيدي بشدة حتى خرجنا من المنطقة بأكملها وجلسنا بمكان منير بعض الشيء فجلس أمامي وهو يقول ما الذي سرقته وخائف من أن ينكشف أمرك قاطعته وأنا أقول أنظر أقسمت لك أنني لم أسرق شيئا ووضعت أمامه الهاتف وأنا أقول منذ أسبوع عندما كنا في حديقة الحيوان كنت تسير بسرعة ووقع هذا الهاتف منك أخذته وأنا أنادي عليك ولكنك اختفيت وحينها نادت المشرفة لكي نذهب إلى الملجأ مرة أخرى فخبأته هذا كل شيء قال نعم نعم تذكرت هذا هاتف للعمال وأنا لم ألحظ أني أوقاته من الأساس ومن ثم مد يده ليأخذه حينها تغيرت ملامح وجهي وأنا أقول هل من الممكن أن تترك لي بضعة أيام فقط وبعدها أقابلك هنا وأعطيه لك؟ قال ولكن لماذا؟ قلت هناك قضية مهمة سجلتها علي أريد تقديمها للنيابة ومن ثم سأعطيه لك قال ألم أقل لك أنني ضابت؟ قلت ولكن ما أدراني أن هذا النوع من القضايا هو تخصصك قال حتى وإن لم يكن تخصصي سأحاول مساعدتك ما أمرك؟ ولما أنت لستي في الملجأ؟ ما الذي يدفع فتاة للهرب في منتصف الليل؟ انظري أنا أحاول أن أستمع لكل كلامك وأن لا أتهمك بأي شيء لكنك لا تودين المساعدة قلت بسرعة لا لا سأقص عليك كل شيء قال تفضلي قلت لقد ولدت لأجد نفسي في هذا الملجأ منذ الصغار تربيت على الأكل القليل وأن نظل محبوسين داخل الملجأ كل من أعرفهم في حياتي هم المشرفة والمدير ويضربوننا باستمرار ونعامل بالإهانة والسبب كنت أود مساعدة إخوتي حتى لا يتعرض لما تعرضت له ولكن للأسف سيعيشون حياة أتعسى مني قال هذا ما جعلك تهربين؟ ارتبكت وأنا أقول لا وحينها قاطعتني دنيا وهي تقول لا لكن ابن مدير الملجأ سيتولى الإدارة مكان والده وهو يضايق مريم ذهابا وإيابا ويريد أن يتزوجها قفيا ومن المفترض أن يتم ذلك في الصباح وهذا ما جعلها تهرب وأنا لم أتركها قال وهو ينظر لنا بارتياب ما الذي يجعلني أصدق كلامكما؟ قلت كل شيء نطقت به وأكثر مسجل على هذا الهاتف لم يرد وفتح الهاتف يتفقد كل ما به وجد تسجيلات صوتية وفيديوهات وأشياء كثيرة كان كل من انتقل من ملف لآخر ازدادت ملامح وجهه حدة وغضب حتى قال أنت تعلمين إن قدمت هذا للنيابة سيحاكم كم شخص؟ هل تعلمين إن كانت هذه أشياء مزورة؟ ماذا سيحل به؟ قلت بانفعال ألست ضابطا؟ ألست تعلم المزورة من الحقيقي؟ ومن ثم كيف سأزور؟ أنا أعرف كتابة اسمي بالكاد وأكملت بضحكة ساخرة حتى أنني لم أكن أعرف الرقم السري للهاتف ولولا أنه مزود بخدمات دون فتحة لم أكن سأسجل كل هذا بدأ على وجهه الاقتناع وأكمل مغيرا الموضوع إلى أين ستذهبان الآن؟ قلت لا أعلم حقا لا أعلم قال وهو يقف تعال يا معي قلت إلى أين؟ قال سأستجر لكم غرفة حتى نستطيع الوصول إلى حل في هذه القضية في هذا الوقت هدأ ما بداخلي بعض الشيء لوجود مكان سنبيت فيه وأننا لن نتعرض للتشرط تمدد الدنيا ثم قالت أخيرا سنرتاح ضحكت عليها بسخرية وقلت لقد بدأت الحرب ليس هناك وقت للراحة نمنا واستيقظنا في اليوم التالي على صوت طرقات وجدناه الضابط أسامة الذي كان بالأمس خذ هذا وتجهز بعد ساعة سنذهب إلى قسم الشرطة لنحرر محضرا وتقدم أقوى لكم عندما ذهبنا لقسم الشرطة وحررنا محضرا أخذ الشرطي ويسألنا عن كل شيء ورأى الملفات المقدمة وقال كل هذا سيحيلهم لأكثر من قضية وليس قضية واحدة أولهما أن الإدارة جميعها ستعرض على النيابة بتهمة السرقة ونهب المال العام لسنين عديدة ثانيه ما تعني في الأطفال أما الثالثة فهي التعرض للقاصرات وإجبارهم على الزواج في سن صغير كنت خائفة وقلت سيدي أرجوك لا تقل أنني من كشفت أمرهم إن عرفوا هذا من الممكن أن يقتلونني قال وهو يطمئنني لا تقلقي سيتغير كل هذا مرت عدة أيام ووجدت استدعاء من النيابة حينها ارتجفت كل أوصالي وأنا ذاهبة أنا ودنيا كان جميعهم خلف القطبان المدير وابنه والمشرفات حينها طلب مني القاضي الإدلاء بكل شيء وقلت كل ما عشناه وقاطع هذا الكلام صوت المدير وهو يقول سيدي لا تصدقها إنها كاذبة تفعل هذا لأننا كشفناها تقوم بأفعال نافية للأدب العام وكانت ستتعرض للعقاب إن كشف أمرها بكيت وأنا أقسم للقاضي أن هذا لم يحدث كما أنه يستطيع أن يسأل أي طفل يعيش في الملجأ حينها أوقف القاضي المدير وهو يقول إن لم تصمت وتتحدث في الوقت المحدد لك ستعاقب أشد العقاب وبعد مدة من الوقت والتحقيقات قررت المحكمة عرض الملفات والمناقشة فيها وأنهم سيعودون بعد فترة ليصدروا الحكم حينها قال لي المدير سأخرج من هنا وحينها سأجعلك تتمنينا الموت وجدت الضابط أسامة يقف بجواري وهو يقول سنرى من سيتمنى الموت وهو يتعفن هنا وأكمل بسخرية أحلامك لذيذة عندما تتمنى الخروج أخذني وجلسنا بعيدا وقال لا تقلقي كل شيء سيكون في صالحك هدأت بعض الشيء وبعدها خرج القاضي وهو يلقي الحكم عليهم تم الحكم عليهم وتم تقريري تولي الإدارة لأشخاص آخرين حينها فقط تذوقت معنى الفرح الحقيقي واطمئنت على الأطفال الذين اعتبرتهم إخوتي منذ أول لحظة عشت معهم بداخل هذا الملجأ وارتحت أنهم لن يتعرضوا لمثل هذا العنف والحياة البائسة مرة أخرى وتعلمت أيضا أنه مهما طال الأمد على الظلم فإن له وقت وينتهي وأن الظلم لن يستطيع الصمود طويلان